جعله الله عز وجل محطة في بداية كل سنة هجرية في العاشر من شهر محرم يتزود منه المسلم معاني الأمل والتفاؤل وكرم الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل لا يديم حال سوء على المسلمين لابد وأن تتغير الأحوال وأن تتبدل وأن يبدل الله عز وجل حال المسلمين إلى حال أحسن بسبب الله عز وجل يهيئه أو أسباب يهيئها الله سبحانه وتعالى هذا اليوم يوم العاشر من شهر محرم يوم جعله الله عز وجل للمسلم حتى يعتقد ويتيقن أن الله عز وجل ناصر دينه وأن الله عز وجل معز لشريعته مهما طال الليل ومهما طال الظلام ومهما كثر الظلم والمظالم فلا بد أن ينجلي هذا الظلم وهذا الظلام وأن الله سبحانه وتعالى سيعز دينه هذا اليوم وهو يوم عشراء يسمونه بيوم النصر العظيم وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال إن فرعون على في الأرض على وطغى وتجبر وتكبر وتكبر وسفك الدماء وقطع الأرحام وأفسد في الأرض إفساداً أيما إفساد إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعاً جماعات جماعات يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين طبعاً تعلمون الآن أننا ستتكلم عن قصة سيدنا موسى عليه السلام الشيء الذي ينبغي أن نعلمه أخواناً أن قصة موسى في القرآن تكررت أكثر من ثلاثين مرة طبعاً كل مرة تأتي بوجه من الوجوه وعلى شكل من الأشكال أكثر من ثلاثين مرة كررها الله عز وجل في القرآن حتى قال بعض المفسرين كاد القرآن أن يكون موسى لكثرة ما ذكر سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام في القرآن الكريم فأكثر القصص القرآني تكراراً هو قصة موسى عليه السلام ليش؟ قال المفسرون وذلك لشدة التشابه بين ما حصل مع سيدنا موسى وما حصل مع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حيث عانى النبي صلى الله عليه وسلم من صدى ندي الكفر ومشركي مكة بأكثر مما عاناه سيدنا موسى مع فرعون وقومه وآل فرعون فكان ذكر موسى القصص المتواترة والكثيرة تأتي لتسلي من التسلية والتعزية تسلي النبي صلى الله عليه وسلم وتثبت فؤاده على الحق كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ذلك ما يقول له في سورة الأحقاف آخر آية منها فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ومنهم سيدنا موسى عليه السلام فهذه القصة يا أخوانا تبدأ مع نبي الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم من هو يوسف شو جاب يوسف لموسى عليه السلام نعم وسيدنا يوسف عليه السلام كان له كما تعلمون كمال وجمال أهله أن يكون له حضوة عند والديه أو والده لأن أمه توفيت فكان له حضوة عند والده من والده سيدنا يعقوب الذي هو إسرائيل مما حدا بإخوته الذي هن بنوا إسرائيل بنوا يعقوب حدا بهم إلى حسده وبغضه وتطور الأمر وهذا الحسد إلى ماذا إلى إرادة القتل صوروا حسد لذلك دائما نحن من أقرب المعوذات ونعوذ بك من شر حاسد إذا حسد يعني إذا طغى وظلم وبغى فهذا الإنسان سيدنا يوسف عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتموا السلام حسده إخوته وأرادوا قتله ولكن خففوا جرمهم فقالوا ألقوه في غيابة الجب نحن والله نأتلع الخالص يعني الأفضل ما نأتلع الخالص حطوب البير ألقوه في الجب بالعمق بحيث لا يستطيع أن يخرج من هذا البئر والتقطه بعض السيارة كما تعلمون القصة وكان عمره غلام صغير لا يتجاوز سبعة أو ثماني سنوات ألقوه في البئر فجاءت سيارة فوجدوا سيدنا يوسف عليه السلام في البئر استخرجوه من البئر شب قوي عليه الجمال والكمال باعوه في مصر هذا الكلام وأتلقوه في البئر وين كان في فلسطين بلاد الشام وين باعوه هذول الجماعة في مصر وشروه بثمن بخث دراهم معدودة وكان فيه من الزاهدين وتعلمون أن يوسف عليه السلام تقلب في المحن والبلايا والمصائب والفتن أربعين سنة يعني هلأ الواحد حتى ما يقول يا أخي والله أنا شو ساويت لحتى هيك يعني نازل فيني البلاء زخ ونازل علي المصائب صب يعني شو ساوى سيدنا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم أربعين سنة من بلاء وشدة ومصيبة إلى من الجب إلى سوق النخاسة بيع شراء عبد وهو الكريم وابن الأنبياء ثم بعد ذلك أودع السجن من فتن إلى فتن أربعين سنة بعد أربعين سنة حقق الله له رؤياه إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ليساجدين أتى بعد أن استلم زمام القيادة في مصر دعا أهله سيدنا يعقوب وأولاده وقومه دعاهم إلى مصر وكان عددهم آنذاك بن إسرائيل أديش ثمانين شخصا جاب من فلسطين إلى إلى مصر مانين شخص طرح الله البركة فيهم فما أن مرت عليهم سنوات أو شيء من العشرات من السنين حتى تكاثروا وازدادوا فصار عددهم ستمائة ألف بنوا إسرائيل في مصر صار عددهم ستمائة ألف وطبعا بعزة سيدنا يوسف عليه السلام وبسيادته وريادته لمصر تسلموا المناصب ونالوا أرفع الدرجات في مصر اللي هنن بنوا إسرائيل حتى حسدهم الأقباط والفراعنة اللي هنن سكان مصر الأصليين دول جماعة أجوا من فلسطين وما في كم سنة ما شاء الله استلموا المناصب واستلموا القيادات وصاروا أغنياء وصاروا له شأن في المجتمع حسدوهم قال إلى أن رأى فرعون رأى رؤيا فرعون موسى عليه السلام رأى رؤيا في المنام تلاحظون يا أخوانا الرؤى في تلك الأوينة كان لها شأن فرعون رأى رؤيا ورد بعدين رأى سبع بقرات سيمان يأكلهن سبع عجاف تبع السجن شافوا رؤيا وسيدنا يوسف بداية يعني الامتحان تبعوا كان رؤيا تحققت بعد أربعين سنة الرؤيا كان لها شأن في ذلك الزمان فرعون رأى رؤيا أن نارا عظيمة خرجت من فلسطين وقدمت هيك إلى مصر فابتلعت قصر فرعون بما فيه وأحرقته فذ مزهول من الحقيقة من هذه الرؤيا مرعوب من احترأ القصر تبعه وقيل أنها تكررت سأل أهل التعبير تعبير الرؤى فأجمعوا على أن هذه النار كناية عن فتنة عظيمة وهلاك ودمار لفرعون لفرعون وملكه ولكن على يد من على يد من أتوا من وين من فلسطين يلي هنهم بنوا إسرائيل أهلوه بديجي واحد من هؤلاء سيكون هلاكك ودمارك وقتلك على يديه هنا بقى شو سوى فرعون أمر وأصدر قرارا في تلك السنة أن يقتل كل مولود ذكر من بني إسرائيل كل مولود ذكر يولد يقتل من ساعته عنده عنده يقين بأن رؤيا حق وأنها ستتحقق على يد من على واحد من هؤلاء فأمر بقتل الذكور واستبقاء واستحياء النساء وهذا معنى قوله تعالى يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم مشكلة ستمائة ألف بني آدم كل ذكر يولد يقتل من ساعته حميل معلش مؤشك المرأة تحمل وتحبال ولكن حين الولادة مجرد ما شافوا الذكر يذبحونه ذبحا ولكنه لا يغني حذر من قدر والله غالب على أمره واتربنا سبحانه وتعالى بيريد أمر وبيقدر أمر أفي مجال قال فصار يرسل الجنود فرعون يرسل جنوده ومعهم القوابل الذي يولده النساء يتحسسوا من في وحده حامل في وحده يبدأ تولاد يحسبون لهم إمتا حملت إمتا تولاد يروحوا الجنود فإذا كان المولود ذكرا ذبح من ساعته قال فلا تالد امرأة ذكرا إلا ذبحه من ساعته وهذا معنى قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسهمونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم هذه الله سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل بهذه النعمة العظيمة معنى ذلك أنه لن يدوم ظلم ولن يدوم قهر مستحيل هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الكون والله سبحانه وتعالى سينجي عباده المستضعفين كما نجى بني إسرائيل من كيد فرعون قال وكان هارون أخ موسى عليه وعلى نبينا السلام قد ولد قبل هذه الفترة هارون أكبر من موسى وشاءت إرادة الله أن تكون ولادة موسى في هذه الأيام حقيقة حملت أم موسى بموسى لا تعلم هو ذكر هو أنثى اجتهدت ما استطاعت أن تخفي حملها تما يعني إذا كان ذكر أن يقتل حتى وضعته تمت تخفي حملها وتخفي نفسها عن جنود والقوابل حتى وضعته ولكن وضعته ذكران قال فركبها من الهم والغم ما الله به عليم شو حكم هذا الذكار الذبح قال فضاقت عليها الأرض بما رحبت ولكن الله ثبت فؤادها أمي موسى ربط على قلبها وأوحى إليها وهو نوع من أنواع البلاغ موحي مثل وحي الأنبياء يعني لا أوحى أي ألقى في روعها الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه كان هلأ والدان إذا بدأت تركه بدأت ندبح وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فإذا خفت عليه احفري له شجورة شي غار خبيب شي إرني هيك معنى قال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ذاتي بالبحر الله أكبر أول شيء شبعي حليم بعدين إذا خفت سيصير فيه هناك جنود فرعون سيقدمون ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين قال فصنعت له صندوقا خشبيا واستجابت لهذا الوحي وهذا الإلهام وأرضعته ثم ألقته في نهر النيل نهر النيل يا أخوانا شغلة كبيرة ليس نهر عادي خلاص وأمرت أخته أن تتابعه من بعد شو بدأ يصير بهذا الصندوق قال وألقته في نهر النيل وألقت معه عقلها وقلبها ابنها ابنها راح من بين إيديها زتته بالنهر لا تدري ماذا سيحصل له قد يغرى قد يموت يقتال وألقت معه قلبها وعقلها لذلك شؤال الله سبحانه وتعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغان شو يعني فارغان فارغا من الطمأنينة فارغا من السكينة في خوفهم قال ويمضي هذا الوليد بالموج يمضي به داخل الصندوق ولكن تحفه رعاية الله الذي قال لها إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين قال بلغ الصندوق قصر فرعون قصر فرعون كان على النهر فالتقطه آل فرعون وحراس القصر فلما فتحوا الصندوق غلام ذكر لوين على الذبح هذا أبصر أمه والداني حطوطوا به الصندوق وأرادت أن تبعد عنه الذبح أخذوه ليذبحوه ولكن الله جل جلاله ألقى على سيدنا موسى محبة منه الله يريد أن يساوي شغل يهيئ الأسباب قال وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي اللَّهَ اللَّهُ فَكَانَ كُلُّ مَنْ رَأَ مُوسَى عَشِقَهُ وَهُوَ غُلَامُ كُلْ مَنْ رَأَهُ عَشِقَهُ وَأَحَبَّهُ قَالْ فَحُمِلَ هَذَا الْغُلَامِ فلما رأته آثية بنت مزاحم زوجة فرعون وألقى الله في قلبها الحب والحنان والعطف على هذا على هذا الغلام وقالت امرأة فرعون قرة عين لي فنظر إليها فرعون قالت ولك يعني كمان إلى كان بس هو وكانت هي عاقر لا تحمل لا يأتيها الولد فقالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون ما لنعرفانين شوربنا سبحانه وتعالى مرتب هذا الغلام الذي اجتهد فرعون بكل ما استطاع أن يذبح لأنه سيكون هلاكه وفناء ملكه على يديه جابوا الله وين حطوه عنده في قصر فرعون قال وكانت أسية عاقرا لا تلد وقد أنالها الله عز وجل ما رجت من هذا الغلام فجعله الله قرة عين لها فآمنت على يديه مو بس آمنت على يديه وبنى الله لها بيتا في الجنة قال هذا الغلام الطفل اللي هو سيدنا موسى عليه السلام يفاجئ القوم يجدون مشكلة كبيرة الله قال وحرمنا عليه المراضع لا إله إلا الله ولد هذا زي ما رضع شو بيسير بيموت أتوا له بكل مرضعة حاول أنه ترضع أبدا حرمنا الله حرم على سيدنا موسى المراضع قال وكاد أن يهلك إلى أن جاءت مين أخته التي كانت تقصه أي تتبع أثرهم فقالت أخته هل أدلكم على أهل بيتين يكفلونه لكم وهم له ناصحون عبد فتشوله وكنت رضعون أنا أخذ الكونياء على بيت بينبسطوا فيه إن شاء الله وهو يرضع عندهم قال وحمل هذا الغلام إلى أمي ما ألا إنا ردوه إليك أنت بدنا نصدق الله أنت نحن يا أخواننا بدنا نصدق الله فيما يقوله في القرآن وتربك يوعدك وعد في القرآن معناه تبدأ يتحقق وحينما يعني يسن الله سنة في كتابه فهذه قطعا لا تتخلف ووعد الله لا يتخلف يعني قال وحمل إلى أمه فأخذته وضمته إلى صدرها وألقمته ثديها فارى يرضع بنه من شديد جعان سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم قال ويأبى الله إلا أن يحمل هذا الغلام إلى أمه لترضعه وترعاه وفوق ذلك تأخذ أجراً على إرضاعه استأجروها لإرضاع سيدنا موسى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها يا الله لذلك أخوانا أديش الآن لما رجع سيدنا موسى إلى أمه كم كانت فرحة أم موسى بولدها أديش تتصوروا هذه قرة العين كي تقر عينها ولا تحزن لذلك لما بتدعي بالقرآن تقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين يعني يا رب جعلهم في غاية السعادة لنا قال كي تقر عينها ولا تحزن مو بس هيك ولتعلم أن وعد الله حق ما فيه وات ربنا بيوعد شيء خلاص الكون كونه والملك ملكه وهو مالك الملك انتهى خليك مع الله خليك صاحب لله خليك في جانب الحق مع الله والله لن يضيعك الله لا في الدنيا ولا في الآخرة لذلك لتقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون وهكذا سخر الله فرعون لمين لسيدنا موسى الذي سيكون هلاكه على يديه سخر الله فرعون لموسى فأكرمه وأعطاه وأصبح والده بالتبني فكان يأكل مما يأكل فرعون ويشرب مما يشرب فرعون ويلبس مما يلبس فرعون ويركب مما يركب فرعون صار ملك مين هالغلام الذي يعني قدر له الذبح ولكن إرادة الله إرادة الله فوق ذلك كله قال ولما بلغ أشده نحن حاول نتجاوز هذه المرحلة البلوغ الأشد يعني وصل إلى مرحلة القوة والفتوة وكمال العقل والرشد ولما بلغ أشده أتيناه حكماً وعلماً ولما صار فتياً دخل إلى المدينة فعلى حين غفلة من أهلها بين المغرب العشي ووقت غفلة أو عند الظهر في وقت الظهيرة فوجد رجلان يقتتلان هذا من شيعته من بني إسرائيل وهذا من عدوه من الفراعن والأقباط فاستغاثه الذي هو من شيعته يا موسى هذا أبدو يعتدي عليه سيدنا موسى أراد أن يبعد هذا القبطية عن الإسرائيلي فوكزه شو الوكز يعني مكس صغير ولكن من أولي العزم فوكزه موسى فقضى عليه مشي حاله في اليوم الثاني شاع الخبر وانتشر فأراد هؤلاء الأقباط أن يقتلوا موسى الذين يقتلوا قتل واحد منهم قال فاجتمع أمر ذوي على أن يقتلوه ما هو النصح أن يخرج من المدينة من مصر فخرج باتجاه بلاد الشام إلى مدين قال ففر هاربا إلى مدين وتعلمون بأنه قطع المسافة من مصر نوحي النيل تجاوز الصحراء سيناء إلى خليج الأمام رب الخليج في صحراء سيناء إلى مدين ومدين شمال الجزير العربي اللي هنين بلدة سيدنا شعين قال ثمانية أيام لم يكن له طعام هذا الكريم اللي هو موسى عليه السلام واللي هو يصنع على عين الله مو يعني كل دلال الحياة كل دلال لا ثمانية أيام لم يكن له طعام إلا ورق الشجر طول الطريق ورق الشجر قال إلا أن وصل إلى ماء مديان أعرف القصة لديكم كيف أنه سقى للفتاتين واستأجره أبوهما وأنكحه إحداهما على أن يخدمه ثماني سنوات أو عشرة وبقي موسى عليه السلام عشر سنين وين في مديان طبعا والدهما ليس سيدنا شعيب هذا الراجح من أقوال المفسرين وإنما هو رجل صالح من سلالته سيدنا شعيب قال بعد عشر سنوات قرر سيدنا موسى عليه السلام أن يعود إلى إلى مصر اشتقى إلى أهله اشتقى إلى أمه إلى أهله ذويه قال فأخذ أهله ومضى من مدينة إلى إلى مصر وفي سيناء وفي طور سيناء الذي هو الجبل الذي هو في سيناء ضل عن الطريق سيدنا موسى وكانت ليلة مطيرة فطفئت ناره ومعه زوجه وولده لحيموته من البرد فرأى نارا من بعيد قال إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا خليكم إني آنست يعني رأيت نارا لعلي آتيكم منها بقبس جذوة من النار حيث تدفوا فيها وشوفوا طريقكم أو أجد على النار هدى من يدلنا على الطريق فلما أتاها طلعت ما هي نار طلع نور الله سبحانه وتعالى جعله في هذا الوادي فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك هم بقى جاءت النبوة لسيدنا موسى عليه السلام وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله إذلك سيدنا موسى كلم الله سمع كلام الله من غير واسطة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكر أول أمر اللي هو وأقم الصلاة ما قال له صلي قال له أقم الصلاة صلاة فيها خشوع فيها حضور فيها إقبال على الله معادة الله أكبر سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله شو صليت قلبه غافل عن الله هذه ليست صلاة وأقم الصلاة ليش لذكري حتى تذكر الله في صلاتك أما أما بدأت تكون صلاة فيها غفلة هذه ليست صلاة إذن أول أمر أمر الله به كليمه وأقم الصلاة لذكري إلى أن قال إن الساعة آتية أكاد أخفيها من ذاك الوقت يا أخواننا من ألاف السنين الساعة قريبة وآتي أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى ثم قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى طغى شو يعني طغى طغى الماء تجاوز أعلى هضاب وجبال الأرض إنه لما طغى الماء حملناكم في الجارية قال طغى الماء معاة سيدنا نوح وصل إلى طم كل جبال الأرض إنه طغى أي تجاوز كل حد بالظلم والقهر والاستعبان والذل الإذلال لبني إسرائيل إنه طغى روح يؤتله لا إنه طغى فقل له الخطاب لسيدنا موسى وهارون لأنه سيدنا موسى شو قال لما قال له روح لعند فرعون هو قاتل واحد من بناتهم فالجماعة يصطنون حتى يجي يسأروا لي لفقيدهم وقتيدهم وبعدين فرعون يعني أراد كمان أن يبطش به قال ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري هذه واحدة ثانية وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي مين هو هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كم واحدة ثماني دعوات بعد منها ربنا سبحانه وتعالى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى لما يفتح لك باب الدعاء طلوب طلوب من الله ولا تقول والله تاردون في جوز ما يتحققون طلوب الله عز وجل كريم قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ثم يقول واصطنعتك لنفسي يا الله شوف يا أخواننا واصطنعتك لنفسي أنا من يوم ما ولدت وأنا عنايتي عليك ورعايتي لك أنا اصطنعتك في هذه الحياة حتى تكون لئلي داعيا وبشيرا ونذيرا فكل من يعمل بالدعوة والنصح والإرشاد والدعوة والبلاغ هو صنيعة الله إذا كان صادقا في دعوته داعيا إلى الله لذلك قال واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنياء في ذكري الوقود لكي تتحمل مصائب هذه الحياة والدعوة والتبليغ هو كثرة ذكر الله لا تنياء يعني لا تقصراء في ذكري إذا بدك الله سبحانه وتعالى يكون معك دائما عونا ومعينا وحافظا وناصرا فلا تني بذكر الله دائما مع الله ذاكرا لله موحدا لله العون على المصائب في هذه الحياة والمدد والوقود لتكمل مسيرة حياتك هو كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا شوفوا يا أخواننا يا أخي كمان في هناك الدعوة ومس لون من كان في حكمة طغى إيه بل تروح تخانقه سيحى لك الله يا فرعون جاي نمصى على أبتك إن شاء الله فقولا له قولا لينا لعله أن يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا يهلكنا يطش بنا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى الحقيقة ذهبوا إلى فرعون سيدنا موسى وهارون ودعوه إلى الله ولكن إرادة الله له بالهداية ما كانت دعوه إلى الله فلم يؤمن ولكنه كذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى و فوق ذلك يعني الحقيقة فرعون كان عنده شيء من التعقل طب تعي يا موسى أنت أقول أنك على الحق وأنا كمان على الحق لذلك سأدعوك للمناظرة بيني وبينك وأدعو كل هالخلق واجتمع الناس في يوم يوم الزينة اللي هو يوم عيد بالعادة اجتمع الناس وألقى السحرة ما عندهم من خزعبلات ثم ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون حولها الله إلى حية عظيمة أفعى عظيمة كبيرة أكلت ما كان هنا آمن الناس بسيدنا موسى وآمن السحرة وخروا سجدا لله سبحانه وتعالى وكفروا بيرفير عون هنا بأنقلب موسى لم يعود له حجة حجة الظالمين والطغاة والبغاة ما في لهم حجة يلجأون إلى البطش والضرب والتنكيل والتقتيل قال فلجأ إلى البطش بالمؤمنين فلما اشتد الإيذاء على المسلمين جماعة سيدنا موسى عليه السلام وبقوا يهسينين طويلين ويعني والله يوم ويومين وثلاثة وسنة وسنتين سنين قيل أنه أربعين سنة والله بشرك بالخير لأن الله سبحانه وتعالى لأقرأ لكم الآيات قال لما اشتد البطش أذن الله سبحانه وتعالى للمسلمين سيدنا موسى ومن معه أذن لهم بالهجرة لين؟ من مصر إلى إلى بلاد الشام هذه البلاد بلاد الشام التي أكرمنا الله وشرفنا أن جعلنا من أهلها هذه الشام التي تكفل الله بها وبأهلها إن الله تكفل لي بالشام وأهله وأمرهم أن يخرجوا ليلا من مصر فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون يعني الله أوحى إلى سيدنا موسى بعد ما علم الله سبحانه وتعالى أن فرعون اجتمع يعني رأي قومه على أن يبطشوا في تلك الليلة بكل المسلمين فأمرهم أن يخرجوا بليلة واحدة طلعوا كل بني إسرائيل وعددهم بمئات الألوف من مصر إلى بلاد الشام قال فقرج فرعون في إثرهم حتى أدركهم وين عند البحر الأحمر يعني إن فاتوا ما كان في قناة سويس عبروا من مصر إلى صحراء سيناء إلى أن وصلوا إلى خليج العقبة خليج الأول هذا اللي على اليسار سيناء والثاني خليج العقبة قال فلما ترى الجمعان مع شروق الشمس راحوا بالليل مع شروق الشمس نظر بنوا إسرائيل خلفهم فوجدوا فرعون وجنوده وجيشه قد أدركوهم فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى لا إله إلا آمنوا بالله معقولي الله يتخلى عنه قالوا قال أصحاب موسى إنا لمدركون طلص بشي حالنا أي البحر من أمامنا وفرعون من خلفنا رحنا قال كلا من اللي قال كلا موسى عليه السلام استحيل إن معي يا ربي هذا حال المؤمن يا أخواننا إن معي يا ربي سيهدين ما هو من يهديك يا موسى هذه فرعون ومعه الآلاف المؤلفة من الجنود والعدد والسلاح ونحن شعب أعزل وقال البحر من الدامنا ما تفعله فأوحينا إليه أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطودي العظيم يعني الآن موسى بعد ما يفوت بالبحر بعد ما الله فلقه يمشي ثلاثين كيلو متر وعمق الماء به متوسط عمق الماء به خمسين متر يعني قد بنايتين تقريبا تصور معي الآن البحر مفلوق وموفلق واحد طريق واحد ونعشر طريق ضربة وحدة من عصاية موسى عليه السلام بأمر الله ونعشر طريق يا أخي البحر هذا كان كله وحل وكله أسماك وكله ما بعرف إيش قال وأمر الله الريح فأتت فنشفت الأرض ملك ملكه سبحانه وتعالى قال فاضرب لهم طريقا في البحر يا باثان الريح دقني نشفته نعشر طريق صور حالة كان هم في بحر خمسين متر هم في بحر خمسين متر ما فيه من الأسماك والحيتان والقرش تبيعهم فرعون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر وصلوا للضفة الثانية 30 كيلو متر معناها تقديش مشوا يا أخواننا إذا واحد ماشي بسرعة يعني بده عشرة كيلو متر بالساعة زراكد ركيد يعني بدهم أربع ساعات لتساعات لحتى وصلوا للضفة الثانية فرعون يطلع شوف سيسير لحين نضب البحر عليهم والله ما نضب معناتها الحكاية نافدة وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيان ظلما يريدون قتلهم وعدوان مسرعين ولكن لما وصل موسى وقومه إلى الضفة اللي هي من بلاد الشام الأردن وصار فرعون وقومه توسطوا في البحر أمر الله البحر أن يعود كما كان فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ما قال لا إله إلا الله مكتر مو متكبر وظالم منعه الله أن يذكر اسمه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين أنا خلاص صرت مسلم يجي الجواب آل آل هل لا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية أنه فيه هناك فراعين كثور حيش بعد منك طغات بغات خليك الله حفظ لك جسدك حتى تكون آية لهم وعظة وعبرة لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وقد حفظ الله عز وجل جسده أغرقه الله وقومه وهو في الغرق شو يقول جبريل اسمعوا يا أخوانا هذا فرعون الذي طغى وبغى وتجبر وقال أنا ربكم الأعلى جبريل يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لو رأيتني يا محمد يعني لو شفتني بيداك الموقف أنا وأنا مع فرعون في البحر لو رأيتني وأنا آخذ من وحل البحر وأدسه في فم فرعون ليش قال خشية أن تدركه رحمة الله يا الله يا الله سيد جبريل لما يعلم من عظيم وساعة رحمة الله خائف أنه يآمن فرعون بعد كل هالعذاب والتعذيب ليعذب فيه المسلمين أن يؤمن فرعون فتدركه رحمة الله صار يحط شوه هالحال تبع البحر وحل البحر يدسه في في ثم جبريل مخافة أن تدركه رحمة الله لذلك أنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله تصلي فإذا ما حصل شيء من المعصية شيء من المخالفة ارجع إلى الله فالله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وهكذا نجى الله سيدنا سيدنا موسى ومن معه وأهلك فرعون ومن معه وكان هذا في يوم الثلاثاء طبعا مو يوم الثلاثاء في يوم الثلاثاء اللي بدأ يجي هلأ اللي هو العاشر من محرم في عشرة محرم لذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم العاشر من محرم لما تصومون قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من الغرق وأغرق فرعون ومن معه فصامه موسى شكرا لله شو يا أخوانا إذا واحد الله أكرمه بشيء يحقق يساوي عندها نعمة إذا أجد نعمة تساوي عندها شكر والشكر ليس بس الحمد لله أن تنشئ عبادة لله قال فصامه موسى فقال عليه الصلاة والسلام أنا أولى بموسى منكم سيدنا موسى الحقيقة له يعني يد على هذه الأمة هذه كانت صلواتنا خمسين صلاة بفضل سيدنا موسى عليه السلام وإكراما لهذه الأمة الله سبحانه وتعالى خفف عنها إلى خمس صلوات قال نحن أولى فأنا أولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه وكان صيام يوم عاشرة في بداية الأمر فرضا فصامه وأمر حتى أن المسلمين كانوا يأمرون أولادهم بالصيام ولبجوع يصنع له الألعاب يسألوا هايك شغلات حتى ينسى ينسى موضوع الجوع حتى يتم صيامه إلى المغرب فلما نزل فريضة صيام رمضان نزلت في السنة الثانية للهجرة نسخ فرض رمضان فرضية صيام عاشرة فصار صيام عاشرة سنة مؤكدة لذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يترك صيام تسع من ذي الحجة ويوم عاشرة وثلاثة أيام من كل شهر حتى توفاه الله وبقي صيام يوم عاشرة سنة مؤكدة ولكن حتى ما يعني المسلمين ينسوا ينسوا هذا الفضل العظيم وهذا اليوم من أيام الله الذي نجى الله فيه المؤمنين وأهلك الظالمين جعل له النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة لكل من يصوم في هذا اليوم فقال صيام عاشرة إني أحتسب على الله أو سيام العاشرة من محرم إني أحتسب على الله أنه يكثر السنة الماضية يعني إذا صمنا يوم الثلاثة إن شاء الله اللي هذا بتتجي إن شاء الله يكفر الله لك ذنوب سنة ماضية وأنت عبد الصوم اتذكر هذه المعاني التي ذكرناها في هذا الدرس وإن استطاع الإنسان أن يصوم معه يوما آخر تنين مع الثلاثاء فهذا أحسن وهذا أفضل الدرجة أحسن أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده والأكمل والأكمل أن تصوم يوما قبله ويوما بعده ولكن إن صمته فقط الثلاثاء فصيامك إن شاء الله مأجور ويكفر الله عنك ذنوب السنة الماضية فهذا يوم عاشراء يوم من أيام الله لما بتذكروا تذكر أن الله ناصر عباده وأن الظلم مهما طال فلابد وأن ينتصر الحق وأن يفرج الله عز وجل عن عباده المؤمنين وأن يعيد الأمر إلى ما كان عليه وأن يعز دينه وأهله وأولياءه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعنكم وعن جميع المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد